بتنظيم من مركز رعوية العائلة التابع للبطرياركية اللاتينية في القدس عقد في المعهد الإكريليكي في بيت لحم اللقاء الأول لخطاب من رعاية البطرياركية في فلسطين والذي شارك به أكثر من 25 شاباً وشاباً تضمن البرنامج العديد من الفقرات والتي بدأت بفقرة التعارف بين الخطاب ومن ثم إلقاء محاضرات من قبل متخصصين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية وأجاب المحاضرون على تساؤلات الخطاب بالإضافة إلى حلقات نقاش ثم ترأس سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطرياركي العام وعدد من الكهناء القداس الإلهي في كنيسة سيدة البشارة للاتين في بيت جالة بمشاركة الخطاب وفي كلمته عبر سيادته عن فرحه بلقاء عائلات المستقبل مذكراً إياهم بأهمية الخطوة المقبلين عليها والتي تعد سيراً نحو القداسة والملكوت